انا كارزماوي انا انا كارزماوي انا كارزماوي والرأس طايل لمركز دايم مع الوائل ومثبتك علي بالدلايل انا كارزماوي انا كارزماوي انا كارزماوي انا كارزماوي انا انا كارزماوي انا كارزماوي بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير اليوم نستفتح هذه الحلقة ونعنون هذا اليوم بقصيدة الشاعر ياسر التويجري يوم يقول عذرك هزيل وسالفتك جودية بعض الحكيمة هو مفروض ينقال إن كان عذرك بالخطاطيب نية لا تصير طيب حاول تصير رجال ترى الطموحات الغبية غبية معنى الغباء ما يحتمل شرح وامثال بين النفوس الطيبة والردية فعلني برهم ما وراه من الأفعال وعذر غريب إنه من الأبجدية حتى ولو تنكر وتجحدها الأجياء حياكم الله جميعا في هذه الحلقة بعد شاعر القمة وتلك القصائد الرائعة الجميلة في هذا اليوم الرائع الجميل بالصحبة الجميلة والسعود ابن تركي العتيبي يعتذر منكم هذا اليوم راح عند طبيب أسنان وجاه ما جاه من حق الله نعم عقبال العلي الغامجي بنا لله تعالى حياك الله يبدو خير الله صباح الخير عليكم أستاذ المشاهدين ويوم سعيد علينا وعليكم إن شاء الله وبإذن الله يكون طلاقة جميلة ومختلفة الحلقة بوجود زمين عبدالله المري الله يحييك يطول أمرك يسلم متشرف وتواجدي معكم فقرتكم العظيمة الله يحييك إن شاء الله تكون جانب المشرق للمسابقين شكرا على تحت الفرصة الله يبارك فيك إن شاء الله وبإذن الله تكون طلاقة جميلة لك معنا في فقرة الرادار حياك الله يا عبدالله الله يحييك يطول أمرك نورنا اليوم ضيف الحلقة الاستثنائي في فقرة الرادار الفقرة العظيمة اللي هي تمثل أعظم فقرة في البرنامج جودك الله يطول أمرك والله ينور حياتك وشل الله يطول أمرك اليوم ستنزع عباءة المتسابق وتلبس عباءة الناقت نحن لا نطلبك أن تنقض خياك نحن نطلبك أن تذلي بدل وكاء في تلك النقاط التي سنغناقشها علي ممكن نأخذه جانب أن يكون عباءة المتسابق عشان يعكس الجانب الإجابي آه يعني يكون الرأي والرأي الآخر أو الاتجاه والاتجاه الآخر نبراه مع المتسابق مع المشكلة علي اليوم العصرية عصرية مختلفة للأمانة أبغى رأيك العصرية قبل معطيك الخبر الذي تسبب في حركة هذه العصرية شوف أنا العصرية تابعتها اليوم صراحة جميلة والشاوي جاسي تحركهم بشكل هاد رايك دخول سالم محمد في شخصية طوني شخصية كوميديية كانت بسكتش جميل تمنيت أنه سالم يعني تكون الشخصية هذه يفعل شخصية أخرى ما نبغى لفسي الشخصية هذه متكرر حاول تغير الكاركتر هذا الكاركتر أخر عشان برضو نستكشف شخصيات أخرى عند سالم أرى أنه سالم اليوم أضافش العصرية برضو كذلك سوالف نايف ثامر مع أحد زملاء والله أنه ما يذكرني الآن اسمه كانت عن أول ظهور له في المسرح وما المسرح زي ها السوالف ترى جميلة اليوم الظاهر اليوم أو البارح تكلموا عن الكرم الظاهرنا اليوم اللي متخلنا الذاكرة عن الكريم والبخير يا أخي الجلسة كانت جميلة ثريح ثريح ورائح الحمد لله أنه فتحوا موضوع لح بداية لح عقدة لح نهاية طيب متكامل الأطراف من ناحية كامل الموضوع حتى نقاشهم على هذا الموضوع جدا جميل أتمنى الاستمرار في مثل هذا الموضوع اللي تثري الشاشة وتضيف المتسابق ولأيضا كذلك المستمع إذا أنت تشهد بالعصرية اللي صارت في اليوم الواحد والثاني والسبعون من برنامج كالزما عبدي بما أنك في وسط المتسابقين يعني لاحظنا انطلاقة بعض المتسابقين مثل سالم الغامدي سالم الديع عبد الواحد العريج انفجار كيف شفت رأيت هذا الانفجار عن قرب يعني هذا والله شوفه شيء إيجابي الحمد لله رب العالمين للعيالة الحين يمكننا قل العدد تسلط الضوء وحسوا بالمسؤولية في نفس الوقت وحسوا أنه لازم يكون بينهم تكاتب كل واحد يدلي أفضل ما عنده لحنا وصلنا مرحلة جني الثمار إذا ما اشتغلت في الوقت الحالي تطلع من البرنامج مثل ما دخلتك طيب عطونا الملخص يا أخواني لنرجع ونكمل حديثنا مع السادة النقاط بعد هذا الملخص رعي الوفاء يفرض علينا له وقار نقدره ونحشمه ونذمنه يالله تحفظ موطني ليله ونهار الموطن الأول من الشرطان يا سلام لهم لا عذاب لا جواح زين حقنا المصلحة واضحين هذا ما يدوم لك لأن المعيار عنده المصلحة يدو lamagi أليس الفازة من اللي كسروا للفازة سلطان ميزة هاني تحسننك إ resistor تحس أنك أيش نقلع نقلع يلا أعطى الدرجة وانه الله شلو الهبوط كيف تنزل تدري بعد فيه ميزة قطع عمر بن آدم إلا من ثلاث ومنها صدقة جارية هذه الصدقة الآن لعرضها عليك لأن يكون لك وقف جاري وهذا الوقف من؟ نحروني يا هليل الطويل من الرجوم اللي جنبه مطلين بالحمار وبالسواد للحضارات القديمة على سفحه إرسوم أسفله متحف وراسه مثل سيد الجواد طيب للأمانة نشوفوا بعيد عن تلك الجدالات اللي حصلت بيننا وبين المتسابقين في برنامج كالزما وهذا أمر طبيعي يصير بين أي فقرة راقد وبين المتسابقين نحن لمسنا في هذا البرنامج أثار جدا عظيمة من ناحية الجماهيرية يعني وأنا دائما نقيس هذه الجماهيرية مش في تويتر ولا في التك توك ولا في أي برامج من برامج التواصل الاجتماعي لعل مقياس هذه الجماهيرية بالنسبة لما تعلمت من الأساتداتي مثل علي مثل الأخوان الذين سبقوني أن الشارع هو الحكم فدائما عندما أنزل إلى الشارع سواء في مول في أسواق في مستشفى حتى في دوامي عند يوم روح راجع في دائرة حكومية أو في أي مكان عام يعني أجد الناس تعرف الناس تعرف تعرف البرنامج وتعرفني وتعرف الأحداث التي تصير في فقرتي بالنسبة لفقرتي وليش طلع فلان وليش تكلمت على فلان فالمسحة الغريب مهنة الغريب أننا كنا نعتقد دائما نتعود أن يجينا شباب في سننا أو زي كذا علي مرة من المرات يعني واحد من الزملاء معي في نفس التخصص والله مو من الزملاء يعني راجل يا الله يحك راسه مهم جدا ومشغول ومحامي كبير كبير ومسي عليه بالخير يعني كنت أعتقد أن الرجل هذاك لا يوجد لديه وقت حتى أنهي سولف يعني مضغط فأنا أعرفه هو ما يعرفني يعني من سمعته في المجال في المهنة يعني فأنا أعرفه هو ما يعرفني دخل علي وأنا في مكان أنا أعرفته فأنا أتبغى أسلم عليه يعني هذا تستفيد منه تنظر حقيقة الله أنت ما تخاف من دع الناس هم سمهاوش فلانو سمهاوش ألتان والله العظيم قلت هذا مو منطقي يعني نيتاب فاكتشفت أن التلفزون شغال في البيت هو إذا جلس مع عياله فهو جلس يشوف وعياله يتحدثون عنه سالم الغامدي مفجر سالم جديعي مفجر عبدالواحد مفجر فيصال الحازم جلس يتطور مستواه عبدالواحد يتطور مستواه هناك مسرحيات جميلة البرنامج جلس يتقدم يتقدم عجيب موتها يعني كنا نقول للناصر الغامدي أمس أن البرنامج مشدودها عصابه يحتاج أنه يحدى قليلاً يعني متسارع البرنامج متسارع البرنامج أنا أرى أنه أكثر برنامج كان تسارع أحداثه جداً عالي وكان وصمرها التشنج لكن اللهم لك الحمد نشجع عن هذا الموضوع أنه خروج متسابقين صراحة حتى مثال عبدالله سلام محمد أرى أن المسرحيات أضافت له وكان حضورها كويس ترى يعجبني بعد حان شخصية زي سخصية سالم يعني حتى يقول لي قدام مثلاً أحاول أخطي عليه أحاول أخذ الموضوع كوميديا عشان ما أشد الموضوع أقل بالموضوع جدي ويكون شخصاً أو ينطلع فاصل أو سبب تحزب أو شيء معين سالم ترى شخص متغافل يعني يتخذ سلوب التغافل في بعض أو كثير من المواقف اللي تسير له وآخرتها اليوم في مسرحية الطوني اللي يحاول أحد الزمل أنه ما يتجاوب معه في الحنقر كثير متسابقين اطلقوا اليوم مبارك سالم جديع تتشينا اليوم دشن أمس دشن إبراهيم عوات فيصل حازم ترى الوحيد اللي أنا ما بقول شكراً كيف؟ الوحيد اللي بعتبع عليها لأنه الشخصيات الجميلة من بداية البرنامج الذي تأخر تأخر جداً جداً وأنا أعرف سبب تأخر فيصل ممكن عبد الله يشارك للرأي سبب تأخر فيصل هو الشنب ولا الحركة ولا الحركة ولا الحركة هذه من يوم أفاده الشيخ أنه ترى هذه الحركة ممكنها سبب؟ ممكن أن يوم من الشيخ قال لخف الشنب الحمد أنطلق كان مفقل عليه أعتقب الله من هذا الشنب فذهب وأنا قلت له من يوم 44 قلت له من 44 قلت له ما أكثر من ريالتي والله أنا شايراً عليه في العشر الوائد عشر أيام الأولى أنا شايراً عليه خفف الشنب لأنه يثقر عليك شوف الأيام متاح خففه سبحان الله أخذ آراء أبراهيم عوات كل ثلاث أيام ما شاء الله استايل كل يوم بسم الله ما شاء الله فنرجع ترى متسابقين والله جيدين عندي ناصر البرايك ترى ناصر البرايك متاز والله أن ترى ودود على شاشا أجررنا في أحد البرامج السابقة مرة كان مميز لكن صابه فتور في بداية برنامج طبيعي وترى مشاركة برنامجة وهذا ما فرق عنه الاستشهور برنامجة كان سبعين يوم وهذا الآن قرابة يمكن طال عليه الأمد سبعين يوم ترى كان ذلك برنامجة والآن هنا مئة يوم مع التصفيات عن مئة وسبعين يوم قرابة يمكن سبع شهور فترى الواحد يتعب فناصر معادي سيف السالة لا يوجد مشكلة أنا أقول لك سالم جديع فيصل الحازم كان من الشخصيات التي يمكن أن ينطلقون برنامج بشكل أقوى نعم نستانف حديثنا بعد قليل عبد الله الآن ما أكلمك كمتسابق أكلمك أناقب يعني لا تحسب نفسك في هذا السؤال أردت بالمتسابقين كقوة من واحد إلى ستة في وجهة نظرك ستة أشخاص يعني والله من غير زعل يعني المسألة طرحة لا يوجد النقاش ودي وأنت يكون عندك مبادئك وتقييمك ربما بعضهم يقول لك نقيم ريالتي نقيم ريالتي جماهيرية بعضهم يقول لك بقيم مثلا على حسب الفلاورز بعضهم يقول لك بقيم على حسب عبد الواحد رقم واحد كجماهيرية لا أدري جماهيرية لا أدري من الحضور والأداء نحن نتكلم عن حضور وأداء نعم حضور وأداء معين هنا من وراء من أحي سالم الغامدي لا أدري من أداء حضور وأداء ماهذا شنار عبد الواحد فيصل 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 ما نقول سالم الغامدي من أحي الرجباني ستة خلاص نكتفي بالبدل هذا طيب حطوني عبد الله الحب علي أريد أن أخذ منك رأس الرأي أعطني رأيك في هذه المسألة صعب الحكم الآن أنا كناقد صعب أن أحكم الآن لماذا؟ رأي أو رأيك أو رأي أي أحد من الهداري مؤثر لأنه أنا أحتفظ بالرأي هذا ممكن أقول آخر يوم آخر يوم أنا أفصل لك يا لتوقاه من واحد لين سمع وربعين أنا لن أقول هذا الرأي حتى لا يعتقل أحد المتسوق يفتر عزمي أي وأنت أعطف أخير وممكن عينه على الجائزة النهائية وباقي براي ممكن أقول الرأي هذا ثم يقول أبغى أطلع ممكن تذكر واحد تشد همة غيره من أعطف الأخير أعطنا بالله أنه متحسن أو أنه كويس من بداية البرنامج أعطنا كويس متحسن أعطى شباب كلهم ديني لكن رتب واحد أو رتب أعطني ثلاثة ثلاثة والله شوف أنا أرى أنه مثلا عبد الله ما عرف لكم شو أنت ركويس عبد الله بس أنه تسارع أبطي رقم واحد لا أقول رقمها لا أعطي أرقام أخليهم على صف واحد أخليهم كلهم على نفس النجل طيب عبد الله الحربي والله ما أصلي على رسول الله ناحي ناحي قيد لا من ناحي فاشل رياليتي فاشل طيب اللي طلع من برنامج مرتين هؤلاء مرجعين علي أخذ علي أخذ علي عبد الله الحربي فيصل الحازب طيب ممكن أقول لك فيصل الدبالي شكرا عبد الله الحربي كيف حالك ستادي الله يحييك رايق عسل جدا أنا ماني زييع سعود العتابي يا جماعة الخير لأن هذا يزعيني طفوا حبيبي أنت طلع لك تصريح تقول أنا رقم واحد نشوف المقطع نقطع 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 أعطونا مقطع لك ثانين يلا حبيبي أذكر لي الأوائل الخمسة جماهيريا والأوائل في البرنامج من اللي طلعوا واللي جوة البرنامج لا أصنف الشخص على حسب جماهيريا أنا أصنف الشخص على حسب ما يقدمه الأوائل يعني؟ الأوائل عبدالله الحربي تمام مناح الرجباني تمام شنار الدوسري أعفوا الأوائل عبدالله الحربي الثاني محمد الودعاني الثالث مناح الرجباني الرابع شنار الدوسري الخامس فيصل بن علمان فيصل؟ بن علمان الدبالين ونعم أعبدالله أبتظر عبود وش السؤال الآن ما فهمت؟ تصنيفك هذا نعم هل هو يعني في وجهة نظرك حقيقي؟ أم هو اعتداد بالنفس؟ لا هذا تصنيفي حقيقي طيب هذه المواهبهم اللي أنا أفضلها يعني فأصنفهم طيب مثلا عبدالله صنف على الأداء والحضور علي صنف كذلك على الاستمرارية والرتم التصاعدي على أي أساس قام تصنيفك هذا؟ على الأشي اللي قدمونا على الأداء والحضور؟ نعم يعني أنت ترى أنا أدائك وحضورك أفضل منهم يعني المشكلة أنك حطيت الثاني والثالث والرابع والخامس اللي هو الثاني والثالث والرابع والخامس أو أضاء الضابع كلهم ناس قد يخرجوا ما في أحد من الموجودين يأتي في المراتب هذه؟ ألا في موجودين مثل؟ في المقطع الثاني نفس قلتها كمّلها تقول لي أنترى والناس اللي ذكرتهم بالضبط عطنا طيب الآن المركز الأول عبداللحربي المركز الثاني سالم جديع المركز الثالث لا لا أريد التوتر الآن كيف التوتر؟ هل هناك تصنيف جديد بعد خروج الشباب؟ نعم صنفت الخمسة رأيينا عبداللحربي طبعاً نحن نتكلم من بداية برنامج للعام عبداللحربي سالم جديع عبدالله المري عبدالله عبدالله عبدالواحد عبدالله سلطان البريك أين هو من هذا التصنيف؟ لا أصنفه من الخمسة الأواد من العشرة الأواد من العشرة الأواد ممكن أن أصنفه من العشرة الأواد أي مركز في العشرة ستة سبعة ثمانة؟ السابعة الثامنة السابعة الثامنة نعم لماذا صار هناك نقاش حاد جداً بينك وبينه؟ يشوف المقطع رقم ثلاثة قل لهم مغرون المقطع مغرون المقطع يلا لا لا تنكر الفضل لا ينكر المذر اللجاحت ما انكرته لو أني منكره ملي بأجلس هنا يطوي العمر بساعتين ثلاث ساعات كلها علشانهم يا رجل سأل علىني يا رجال سلطان سلطان ما لك تجو ما لك تجو يا رجال أتشفهم لا تستعطر مليون مرة تشوي لا تستعطر أجلت 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 خاصة أجلت ما لك تجو ما سنبت أنه أنا أزعجل مادني يا رجال يا رجال هذا من النوع اللي يبن في أن أطلع لا أحسن لا لا أطلع الحسن الله لا أحسن الله لا أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الخطاب الذي كان يقوله السلطان البرائك سواء كنا متفقين عليه أو مختلفين متفقين معه أو مختلفين عليه لم يكن موجه نهائياً من عبد الرحل فيه صحيح؟ نعم حسن ما هو سبب تدخلك في هذا الخطاب؟ لأنني أنا أمام اليوم مرة أقول السلطان إذا جدت تتكلم تمسك نفسك وهد لا تطلع بموظور أنك أنت منفعل أو أنك تطلع بشكل هجومي ممتاز هل أنت ولي أمر السلطان البرائك؟ لا لكن أنا أكثر هو يأخذ آرائي دائم يقول أنا ما أفعله وما أرى ممتاز إذن أنت عليك؟ أنا وجهته نعم يوم وجهته في الكلام زبادلي قدام الجمهور وقدام المتسابقين فأنا لم أرضيت على نفسي هذا لأن المثل هذا لأن المثل العربي يقول من تدخل في ما لا يعنيه لا لا يرضي صحيح فلماذا تتدخل؟ لأنها هل سرعني هل هل تعتقد أنك جعلت سلطان البرائك ضحية من ضحياك بهذه الحركة التي دائمًا تسويها؟ لا طيب لماذا تتدخل؟ لم تتدخل لا تدخلتها أنا قلت له نظر فيني كان يتكلم لا أنت كنت تقول له أجلس لا تستطف أي بس أمهل هي أمهل هي ردت فعلي عبودي قصر صوتك إن إنسان ما أحب الإزعاج وقام بصائحة حالة فأتكلمت مع منطق مصير لا لا أعجبك لكن لم تكن منطق قصصتك لا أنت تقول أنك تتعطف أجلس إذا استمرت الفكرة أنه عبد الله قلت قصصتك وقعدت لكي نفهم بعض حسنا هذا ما قلتها بس قصصتك لا تزعجها ثم أرفقت معها لا تستعطف لا تستعطف نعم هل تستعطف لا تستعطف هي اللي حاسد كل السابق حتى لو قلت الواحد المفترض أنك تصلي 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 والله أنك يعني لا تستعطف هذه نسبة كل اللي قبل نصيحة الأخيرة نصيحة الأخيرة أنك تشعر الدنيا كلها في المسألة الأخيرة بلص حدا ثانية حتى طريقة نقاشكم أمام الشخص الأول في البرنامج كانت غير جيدة لا يوجد أي تقدير لأبو عبد الله حتى وإن كان مزعج أخطى يستعطف يسوي اللي يسوي طريقة نقاشكم والتصعيد بينكم بين بعض قدامنا صحيح 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 هل هو أنه تطرف لك نفسه؟ كم؟ هل تطرف نفسه؟ شون تطرف نفسه؟ يعني سلم لك نفسه؟ لا يعني اقتنصت الفرصة كما اقتنصتها في مرات عديدة فما هو المبرر الذي يتدخل؟ تدخل لأني أنا كلمته أكثر من مرة ما أنت بوكي لأدم على أن تعطي الرأي؟ هو جاني يأخذ رأيي فإذا تكلمت أنا الله سبحانه وتعالى يقول وما على الرسول إلا البلاغ أنا أبلغ أنا أنصح أنا أرشد لكن لا ألزم ولا أجبر أنا ما ألزم ولا أجبر طبع أنت تكلمت أنا نصحت حلو، أنا نصحت نصيحة أمام الناس؟ لا، لا أمام الناس أنا أكثر أحد أتكلم مع سلطان تحت البد طيب وأكثر شخص أتكلم معه ووقف معه بشياء هذا ما هو منة له أو منه لكن أنا يطول عمر والسلام أكلم سلطان أكثر من مرة لا يخولك أن تكون ترميلة كده ترميلة كده ترميلة الكلمة هذه حك تستعطاف لا يوجد مبرر يا عبد لكن أنا صادق فيها عبد الله دقيقة لا أنك أنت تنصحة أم أنت فعلاً تقوم مستعطف وتقول أنا صادق فيها لا يأتي لي أحد يقول لي والله أنصحك أنا أتكلمت أكثر من مرة لكن أني انفجرت أتكلمت أكثر مرة فيما؟ خصوص الموضوع هذا أنه؟ الاستعطاف حسناً، لا أدخل أنك أنت تقول أنا أنصحها لا تظهر للجانب الحسن وأنت فعلياً حاولت أنك تعطيه هذه الفكرة فعلياً قال كلمتين، قال أني مسكت نفسي فانفجرت هل هناك مواقف سيئة صارت لك من سلطان البريك؟ نعم فصارت الأنفجار البارح؟ نعم حسناً، هل هناك مواقف؟ ماذا؟ أنت الآن تقول أني سكت 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 ثم انفجرت صحيح ما هو الشيء الذي سكت عليه؟ أنه سلطان إذا جلست نويان سؤاله أه كلامه ليس موجه لي حسناً كلامه ليس موجه للجمهور حسناً إذا أنت إنسان تجلس لا أشغل في المركب يا عبد الله لا أشغل في المركب لا، هذه الحركة تستفزني أنا حسناً، هو جاي عشان الجمهور رأيك, جميلة، أسألت أصلاً يحصلarea ولكن هذه اللحظة لم يكن نقاش معك. لا تظهر بشخصية أنني كنت تنصح. وأنت فعلياً دفت الملف الذي قلت لك عليه على السلطان. صحيح. أعطيت أحلى باص عيون وكبري. هو استغلال الفرصة. أعطيت استغلال الفرصة. لا، أنت استغلت الفرصة ورفقت الكلمة. نريد مبرر. ما هو مبرر؟ أنا معك. مزعج إيوة. حديث هو مزعج. ومن المانقة السلطان يمكن أن تضغط زره قريباً في الضغط. أن تضغطه أسهل واحد في العالم والكون والمجرة كاملة. لا يوجد مشكلة. ولكن مسألة أنني أدفت وتقول أنني أنصح. يا عبد الله أنني أنصح. السنة كنت إنسان تراك مفحص. هل سلطان مستعطف؟ نعم. مستعطف؟ صحيح. على أطلاقه في البرنامج. لا. أجل؟ بعض الأشياء. بالنسبة كم؟ 60% هل 60% تجعلك تندفع عليك كذا في الهواء؟ 40% وكنا أنا معه. 40% ممكن تندفع عليك؟ لا. 60% تندفع عليك؟ 60% بين المتسابقين أصنف 60%. 40% أغلبيتها معي. فأنا لم أحبت الشيء. أنت الآن تجعل نفسك ضحية بعد. هذا استعطاف طيب؟ لا لا أستعطاف. هذا حديد. أنا قاعد أقول لك أين استعطاف في الموضوع؟ طيب عبدالي أكثر عليك في الموقع؟ والله أبو محمد المثل يقول من حضر تحده. أنا الآن موجودة طاولة النقطة. أحسن. بسيك بالخير يا أبو ماجد. يا مرحب ومسح. يا مرحب ومسح. أنا كنت حاضر معهم في المجلس. وهم كلهم والله أشهد الله. كلهم في مرتبة واحدة واعتبرهم كلهم أخواني. لكن سلطان انفعل. وحاول يتكلم. وعبدالله حاول يبين له. لكن شد الكلام بينهم في المجلس. وظهر. طلع كلام. اللطاقية عليها المثالية. ودف الأسناء. صحيح أو لا؟ أبو ماجد كذلك. كان فعله جاوها العيال. وكان الحديث مثل ما تشاهدون. سلطان واقف ويرفع صوته. أنا موجود في المجلس. والله العظيم أني استأت من شكلهم. الحمد لله أنا أول مرة حضر في مجلس. حصل فيه مشادة من يوم تخطي البرنامج. أني أتقطع عليهم أخواني. وحصل بينهم ذا الموقف هنا موجود. فيها أكبر منهم. وفيها قدم منهم في الإعلام. والجمهور يتابعهم. أني أحترق في جوفي صراحة. لكن إن شاء الله أن نتمنى أنها ما تحصل. أنا أعتقد. وتحليلي للموقف أن ما وجدنا مبرر. أن المسألة ليست مسألة انفجار. إنما هو مسألة تسليم. واحد طرف لنفسه. كما اعتدنا من عبدالله الحربي في أكثر من موقفه. يعني. بسلط. شكراً يا عبدالله. اللي تشوفه. حبيب. عندي كلمة ممكنة. سلطان. أبو فايد. شكراً يا عبدالله. عسى الله يوفقك. وإياك الله يطول الله. إن شاء الله أنك من علو إلى علو إن شاء الله. الله يرفع قدرك. سلام عليكم. سلام عليكم. ترى هذه الحركة بعد. ترى مقومة. ما يبدل. ترى. عبدالله. عبدالله. لا يأتي برسائل مشفر. عرفها أنا. عبقش. أنا وإياك في غربة سبعين يوم. يعني كونك شروم كان كاملاً عن نعو سلطان البريك. عطونا. يوم خلصنا قال الله يوفق عبدالله. أنا بأخذها من جانب أن يدعي لي. أسأل الله أن يوفقك. وش معناتها؟ الله لا يوفق كلبي. يا عبدالله. يا عبدالله. أنا. أنا. أنظر الجانب الإيجابي. أنه يدعي لي. ضمير الصادق. لا أعلمك شكراً. لماذا أنا أخذت على هذا الجانب؟ لأنه. لو فعليا أنا. أنا. أنا متذمر منك يا عبدالله أنك أنت جاري في الحارة. أو ابن جاري. تمام؟ وأنت مفحض. لو جيت ونصحتك يا عبدالله لا تفحض. يا ابن الحلال أبوك يخاف عليك ولا لا. ولا أجي لا صلينا الجمعة وأجتمع الشيبان كله يبدو سبوك. أو ولد كاذب يفحط ولا لا لا. فرق بين نصيحة وبين واحد ينصحني وبين واحد يضربني في اللفة وبوسي في الزفة. فرق شفت الفرق؟ لو أنا. أجلس 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 ثم. استعطاف. لا أنا أتقبل كلمتها ليش؟ لأنه لا يدعني أني معكم ولا شافني إلا في الكفش الروم. صح. أنا أتكد أنه يدعي لي من ضمير الصادق. أنا 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 معاك في الجانب الأول. لكن أيضا ما يبيع المهي في حارة السقة. طيب يا علي الله يعافيك يا علي ما هو تحليلك للأيام القادمة؟ ما تتوقع بأسلوب الإرجاع الذي أعلن عنه ناصر؟ الخمسمائة ألف الجوائز ثلاثمائة ألف للمركز الأول على ما أعتقد ثلاثمائة ألف للمركز الثاني مئة ألف للمركز الأول وعشرين؟ مئة ألف للمركز الأول، ثلاثمائة ألف مركز الثاني، مئة ألف مركز الثالث، مئة ألف للمجمهور، عشرين ألف للمجمهور، مئة 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 ألف للمجمهور انه يطع من هنا مليون. يا سلام عليك. طيب والمصيب والدها المر انه سلطان البريك يعتقد انه هول يأخذ المليون. الله يوفق له له. الله يوفقه. لكن لا توقع يا اخوان. لا توقع. طيب يعني ايش 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 انا. مرئياتك. انا اعطيك الخبر. اه وتعلق بعدها. تفضل. لاحظت شيء لي يا ملي فاتحك. هناك واحد مفقود في المشهد. ماذا؟ ليس متسابق. عبدالراجح. عبدالراجح انا قابلت قبل ما يقول نظام الغذائي خرب. وبدت ينقص نسبة العضل وتزيد نسبة الدهون. قالك كذا. ارجع النادي. غير صحيح. مسحب. لا. الناصر غير دوامه. خلى من واحدة. خلى من ثنتين الى عشرة. في ذمه. هو الزمه بريالة العصر. لا تشاهد العصر حي. بلا. العصر شغارة من ساعة ثلاثة. في ذمه. خطوة جيدة. خطوة جيدة. وهنا تمنى انه يغير دواما من فسع الصباح. مع نظارك الأكل. مع شربي. حسنا. حسنا. دخيل الله. فيه نجم الريالتي. يعني انت لو تحرك بس تأخذك عشرين. تحرك حتى لو ما عندك شيء. شوف انا ارى ان المتسابقين. اذا اخذوا العشرين يوم. او الخمسطاشر يوم متبقية. بروح رياضية. لا نكتب على بعض. اخر خمسة يام. حيكون الفوكس كاملا على الجائزة النهائية. وعلى برنامج الدي. انساها. لا تقول باقي عشرين يوم. احنا اليوم ثنين وسبعين. كم باقي ثممتاشر. احتف منها خمسة. كم باقي. باقي لك. اثنى عشر يوم. من تقدر تصبر. وتتجمل في رفيقك. في الجمهور. في رسائل حلوة. وجلسات حلوة. ثلاثة عشر يوم بس. بس ثلاثة عشر يوم. اخوة في الادارة في عبدالله. والله انك اسمنا. بالجمهور. ونرضي الجمهور. ونرضي أنفسنا. الحقيقة. الحقيقة. المتسابقين كلهم جيدين. احنا ننتقدر الفعال وحيان. ان شخصا. شخصا مطلوبة يا اخوان. يا اخواني الحياة بدون شخصا اطفعش. صحيح؟ تحدث عن نفسك. انا لا شخصا. انا شخصا. حياة بدون شخصا يا اخوان اطفعش. يا اخوان انا اعترف شغلة. انا لا. اصبحت لأبلك اي احد في تويتر. حتى. اللهم. يعني اوفق من اخترع فكرة الكتم. اعطت كراي. اشكرا. لا لا تقول اعطت كراي. انا اكتم. انا عندي. لانه من يتحدث عنك بسوء في المنشن. عشان اعطيك معلومة. لا تعطي بلوك. لاذا اعطيت بلوك. معنات ان رسالة السلبية وصلت لك. احسنت. فاقتله في نفسه ولا تعطي بلوك. احسنت. طيب. اعطنا المتسادق ناصر الابريكن. يوم احنا رائقين على السل. حلقة رائقة. عندنا مشاكل هيوة. لكن بدون رفعت صوت. سنناقش العقل. الى انتو شخصا. ثم اعلم ان سنصعدها. الحياة لله. لان وانا مرحبا. أهلا حافظ. أمو. أمو. مرحبا. صوت التلفزيون سمعتنا في التلفونا. اله. هو معي على الخط. حياة. حياة الله. حياة الله حبيبي. كيف حالك لديك عسل؟ حياة الله. باعدني المقطع رقم زماني. سحن عليها منظives للدهر والسنية. أبي الله. نصر الضالة العجييني. لا أعلم ما أعلم. لا أعلم. حياة الله. يصالوا مناء. من الكوات صلاة أنا شي ما صلت أنت يا رجل والله خلمك الحاج والله الذي ليه لها اللهم والله لأني معلم ما نتسير فيه لا 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 بالسنة يا رجل لا ندري ندري من هو سلطان ذقل رجل وش يشطل ذقل وش عندك وش عندك لا ما هو بلازم ترى والله ما هو بلازم الواحد يغد يرجع والله يا سلطان فيه حذب الكرت ومشه حذبك الحاج آخر كرت ومشه آه سلطان ذقل المشكلة اللي يستعطف من طريقة جاية لا أتكلم لك رجال يعطي إحرارك لا لازم تتعلم لا أجل هذه حلة الضعيف رجال رجال قبل أواجهك فارق بس فارق 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 وكل ما جالك فارق فارق كل ما جالك علمنا قمت تراجي ايه حقب بتخسي فارق بس فارق ايش فارق قلت حقب بتخسي فارق ايش فارق وف 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 ناصر ناصر هدي ناصر امسك عصابك ناصر الحليم لماذا الحليم بالغضب؟ الحليب عندي الغضب ناصر ناصر أتمنى بنا سوية ومسوية والله ما سوية والله ما سوية حاولت غدي رجال تخسي وتعقب أكرمكم الله وأجلكم وأجل ناصر وفايز وعلي عبد الله كل من يستمع والسامع نعم أحسن لماذا هذا التصعيد والألفاظ الغريبة لماذا ضغطك فايز وهو يمزح معك الألفاظ دعك كمل سؤالي فايز ضغطك وهو يمزح معك يا أخي لا تقبل المزح من زميلك أنا أريد أن أسمع الله رأيي على الغرام ثم نعود إليك تسمع الأراث ثم نعود إليك ناصر أول شيء شكرا لأنك تحملت هذا البرنامج وتحملت فايز شكرا لأنك من أكثر متسابقين أدبا الله يطول أم شكرا لأنك رجل شكرا لأنك متسابق مثالي رائع على الشاشة الله يطول أم وأنا صادق فيها الله يطول أم وأنا ذكرتك بشيء لما عذرتك في مسألة أنه فعلا أنك كنت مشاركة قبل ستة شهور سبعين يوم والآن مئة يوم طبيعي أنه تشكل فارغ أنه مثلا بعيد عن أهالية أو منشغل أو أو مئة وسبعين يوم كل مجملها بعيد عن الأهل والأصدقاء والأقارب ترى هذا يتسبب برضو مشكلة ومع هذا شاركت ووصلت للنهاية وبرنامج الأول شاركت وصلت للنهاية فشكرا لكل هذه الأشياء وتعلم جديا أنك إنسان مؤدب وكويس ورائع وشكرا أنك تحملت وما ردت على فايز هل فايز ضد هذا الكلام؟ راحته يبغي يفهم زي ما يفهم لأنه فايز ما يفعله خلال العشرة أيام ماضية ومحاولة الظهور بأسوأ صورة هو يريد الظهور بأسوأ صورة هذا تفسير المشهد من بداية حديثة في الكلمة اللي قالها عنده سلطان وكتبها في الورقة ثم من بعدها تغيرت شخصيته في الدخولية وتغيرت شخصيته في منحة آخر براحة تحدث زي ما تبغي يا فايز لكن عند في آخر 13 يوم في البرنامج لا تحاول تكسب جمهور على أني أخسر أخياتي طيب ترى في المجمل لو كسبت أخياتي ترى يكسب جمهور أحسنت يعني طيب يا أستاذ ناصر نحن نعطيك المساحة الحرة المحترمة التي لا تجد فيها الفطسية لتعلق على الموقف وتوضح وجهة نظرك للعامة مرحبا مسألة أول شيء أنت قلت يا أبو معيان صوت ناصر عندنا أول تسمعوني؟ أول شيء أنت قلت يا أبو معيان أول شيء الله ليهينك يا علي الحمد على كلامك طيب والله أني أتشرف بكلاما طيب من شخص طيب أستاذ ثاني شيء أبو معيان قلت لي في السياق الجملة أنك ألفاظ غريبة لأنها فعلا حتى غريبا تبدو مني أنا صح فعلا ولكن لو ترجع المقطع كامل أني أنا جيتهم من قبل وأنا رجاصة منفع من قبل وجايهم تنرفز أيبا طيب وتوني أشوف المقطع عن سالم جدي سنكمل شره كيف؟ سالم جدي كان يشر الفايز طيب اللي كمل نرفز ناصر طيب أو بالأحراطة قدقوا على ناصر طيب فهل فايز أصبح إما عتم مع سالم جدي دعني أكمل كلامك ما هذا رايك ولا ذري إي أنت شرايك أنت ببنر الموقف لا لا فايز كنت صاحب الموقف أنت فايز تتكلم من عنده طيب أنا يطيل عمر سلام وتجيتهم أنا تنرفز ومعصف وأنا من الأشخاص وأنتم ممكن تدرون أني أنا من الأشخاص اللي محترم ولا هم مني أنا من تربية شاب وراي الله يطول عمر يجعني مبسي هو اللي يدني على العلم الطيب كامل وهو اللي رباني تسذى فشي أنا معصر ومتنشفز جيته وتراني عربها طلعت وقلبت لسالة من الجديع وتوقعنا طلعت على البث أني أنا تراني خلطت عن رجا وأنا ما أحب غلط وتحمل ثلين طقت سبتي لكن الرجل استفزوني وأنا من قبل المستفز جاي خلقا مع الصغ جاي جاهز ولقوا علي مصيد عز الله وضربوني فيه فأنا غلط ممكن في كلمة أو كلمتين وفايز وفايز يشوم عنها أنا ما غلط قل لها الله اللي أنا أشوفه الله سبحان الرجال قال لك أغد رجال كلها الله أدري لكن أنا ما رد عليه ناصر؟ لا أقول حسن لكل فعل ردت فعل نعم لكل فعل ردت فعل طيب أنت ما أنت بقائي اللي كلمتين توجع الخاطر تبين أسكتلك الله سبحان يقول وجزاء سيئاتين سيئاتين أبو معيان أنت بتحتي والله لا أرد عليها عشان أبو معيان أنت تبقيني وردة يعطيك ضوجة ناصر أنا لا أؤيد فكرة أنك ترد والهجوم لكي توضع الصورة بس لا تغلط علي وما نطلع فاصل لا تغلط عليك أنا ترى قلتكم أني أنا غلط من الشيء اللي أنا أشوف وشيء اللي عودني عليه أبوي حتى لو أنك عصبت ولا تنرفزت ولا أحد غلط عليك حاول أنك تأخذها بشحمة وأطلع بوجه نبيا أحسن لكي أقول أني أنا غلط والله بالشيء العامي أنا لا بس نحن مستقربين يا أستاذ ناصر متصرفات فائز معك ومع سلطانة البريك ومع الشباب يعني نظرك متسابق محترم في هذه التصرفات الغير محترمة أشوف قل الله ممكن هو زل أو أنه ما أخذ المنطيب خاطر ترى الرجاء ذلك طيب خاطر طيب خاطر طيب خاطر طيب لا تصير طيب لا تصير طيب أحيان لا تصير أتظر يا عبدية أحسان لا تصير طيب مرحبا يا أبو ضافل سيكبر خير مرحبا أبو بها والله أني مستغرب من الكلام اللي بدر منك اللي ما بعد سمعته منك خلال البرنامج كامل الله يطول عمو ونحاول أني أطلع وأنت أنت رجال سنافي وتربية شعي بن سنافي بحكم فرق السن بيني وبينك لكني أتشرف بمزاملتك وفي ذا البرنامج الله يجعلني أبتك ومثل ما قال الأخوان كل كلمة لازم أن يحصل ردها نعم عطونا طيب يا ناصر بما أنك محلك يا ليه تجيني سلطان ثقل في الضيف الفقرح المميز الذهبي التمييز الذي افتقده إبراهيم عواد إبراهيم عواد نزل تصنيفك التمييز من بلاتينيوم إلى سلبر غير التقدم عليك أمس يا أستاذي أستاذ ناصر أمس أنت استخدمت جوال عامل؟ لا وماذا كان مع المعاطر الفرية؟ لا تكفى أسترس تكفى يا ناصر لا تكفى شوف أنت تدري فهد أكثر شخص يدري أني مستحيلة أنت طيب الآن طلعت عليها وأنت وأنت مستخدم جوال لا تكفى هناك فرق الجميع شاهدوك هناك فرق بين أني استعملت هناك فرق لا تكون استخدمت طيب ما فعلت به؟ تستطيع أن تصنيف أنت أصغ السؤال ماذا كان يعمل العامل وجوال العامل معك؟ كان يتصل عن شخص أبوهنا استخدمت استخدمت ما يعني؟ هبيب الاسلام أنا أعلمه أبوه 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 أعلم طالبين عاش الشباب مبرا لا 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 تحاول تتنظر لأنه ناصر ناصر أنت الآن تقول ما استخدمتها وتقول اتصل على واحدة بي اي اتصل على استخدام ايه تقدر تطير تقدر تطير لماذا؟ اه خلص اجدت بني اعلمك اجد اصد لا اعلمك اصد ايه قل اصد قل اصد ما اصد اصد جعليني لديك أنت لو تشوف المقطع انا بسوي تسابيدي صح؟ استخدمت التصلي فهد فهد تأتي ايه عمري والله الشخصية تأتيك وردة يا فاتف تنطلها ايوه اذا كانت ممنوع الوردة والله الموضوع يحيل لابو سلطان رسولك الله وعلى نحن بالله نحن بالله هيا شكرا لك ناصر شكرا لك مرحبا استاذ سلطان تقول حياك الله وعلىك وجعل الجنة مثوانة ومثواك حيا الله الشخصية لتكيث اللهمتك الفمتك المسبح الغالوقة والشغل المرتب الله يبقلك يطول عمرك يا ربي يسعدك سعادت لا تشقى بعدها انتظر الصوت الشتوي الصوت الشتوي الصوت الشتوي يبغانا ديرتي شغال صحيح سلطان لا في فراغات معلش معلش في فراغات معنا سنلاقي عالج هذا الوضع السؤال الأول نبغى إجابة مختصرة وواضحة وصريحة وسريعة هل أنت مستعقف لا فلماذا اتهمك عبدالله الحربي لنا ثمانين يوم عبدالله الحربي يطيع العمر ملقوب السؤال الثاني هل أنت ملقوف عبدالله الحربي ملقوف أنا موجهت لك كلام ولا قلت له شيء يقول يقول أن عبدالله الحربي أن الوقت هذا انفجر عليك وأنت ضغطه ودائما تستعطف عليه ودائما تسوي مع حركاته عبدالله الحربي يطيع العمر ترى يعني إذا هو تخلم عن استعطف ترى أول شيء يطيع العمر ترى في الغرفة ما يعرف الانتسامة ابتساماته ترى تصنع 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 ولا في الغرفة 24 ساعة ما حد أصر يجيز جنبه طيب 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 فلذلك هو ما دي شي بي من يمس أنتم شو تشوفون بيها ما أنتسامة إحنا سمعنا من لا أسمع ما طيب أنا ما تكلمت عليه ولا قلت له شيء طيب شافني يعني يتكلم مع أستاذ ناصر يهونط في حلزي يعني وش مقصده يعني مقصده بطلع على حسك يا سلطان أخوي ناس أخوي سلطان يطلع على حسك نعم فلذلك يطيع العمر عبدالله الحربي يطيع العمر أنا شوف يطيع العمر أني قدرته تقديراً زايد فالتقدير الزايد ينقلب على الرجال يطيع العمر فهو لا يستحق هذا التقدير من جهتي أنا نعم طيب أخوي سلطان اسمع لي أخوي سلطان لبيه أطكر عافية الله أخي يقول لك لبيه يا الله يقول لك لركز على الأدب والأخ هم يستبزونه يخرجونه أسوأ ماذي لا يقولون هذا لما فيك لأنك جميل فلكم شروع الله يطلع يا حبيبي صدع أكبر سلطان هل كنت تطلب النصيحة من عبدالله لا كيف يقول أنا كنت نصح سلطان والله يجب يعني متصنع وكاذب جداً يعني هما كابشينا كاتبة هو يقول سلطان كي يطلب منه النصيحة لا بالله أنا حاول تعالي هذا الموضوع بعنف يعني معه لا بالله ما به نصيحة أصلاً لم يكن ينصحك تحت الهواء لا أصلاً ولم تستشير تحت الهواء لا أحد يجيس جنبه يا رجال على الهواء لا لا تحت الهواء تحت الهواء قصدي حتى متسامة لا يعرفها 24 ساعة ضائق يعني ما فعله عبدالله ذا البارح هو محاولة الضهور على جماهلية سلطان يبي يظهر سلطان بصورة سيئة عشان يجيني استبعاد عشان ينافس على المليون وأنت مرت ينحجاجك على الله أشهد بالله أنا أخيراً فهمت ترى صح؟ والله العظيم أني فهمت ناتالي من بدأت برنامج سوي لك صعق كاربائل صحيح والله هلقي عن ربي يسعدكم لا ما صحيت ناتالي توني أصحى ما الذي فهمت يا سلطان؟ فهمت ناتالي العمر أنهم يظهرون أسوأ ما فيني عشان يقولون هذا سلطان على حقيقته لا هذا ليس سلطان هذا أنت من تبحث عنه أيها المتسابق من يحاول الصعود على أكتاف والجماهرية سلطان ثقل صحيح صحيح إذن رائق عسل على الكسخة الحلوة أيضا سألنا الأخ المتسابق المتصنع على حد قولك الذي يكذب على حد قولك عبد الله الحربي وقلنا أين ترتب سلطان البريك في سلم المتسابقين المتميزين في البرنامج قال رقم سبعة ثمانية في الصفة الأخيرة يعني فما رأيك على هذا التلام؟ اسمعون أخوك الناجح محارب الناجح محارب نعم والشجرة المثمرة والشيء دائما ترجم لا ترجم الله لا يوفق ما هو الجمرات ترمى ترمى الرجم والرجم واللغف والحذف كلها واحد يا علي لا نريد أن نسطح الموضوع أنا أريد أن يطيل هذا يطيل عمر هذه وجهة نظر لكن وجهة نظر إن شامة أنا لا لا نتكلم عن أنت أنا اللهم لك الحمد إن جيتنا مع المطالقي يطيل العمر تقول هذه وجهة نظره ووجهة نظره من النشامة يطوي العمر وهو يطوي للعمر ما شاف مع عاين نفسه عين عيوبك بعدين عين عيوب الناس. طيب يعني نفهم من هذا الكلام من عبد الله الحربي ليس من النشامة نهائيا. ما هم كلمته انا أتكلم عن النشام هو من جلز خلق الله. هو من النشامة. وين هو. الذي تهتم برائهم ولا ما هو من النشامة؟ النشامة الذي ناهتم برائهم يطوي لعمر هم الري يجعونه. عبد الله الحربي منهم؟ عبد الله من جلز الناس. ما هم من النشامة? من جلز الناس Ven好吧. عن كل أرضيه. عندنا قسمين عندنا قسمين قسم النشام و قسم الجيز الناس عدال حليم من جيزه. يعني سو انبة. يعني زي زي الكم. لا لا هذا قال و سعر. لأني انا ولد تفاجأت يا ولد. يا اخوي انا عدال حقدينيها الرجعان. هل هو من النشامة والا من جيز الناس? والله هل من النشامة على لي يطعبون الرياجي. يستعررر. طيب. انا هذا الشخص الوحيد الذي انا يطوي العمر. مهما يقول لي ما لا أقول لها إلا لبيه وعده إلا أخوي وأي شيء يطوبه مني جعل عيوني فدله لماذا لم تصرح أنك تستشير عبد الله؟ كيف يصرح؟ أنت استشرت عبد الله في المواضيع؟ عبد الله كل أمور يطوي العمر إلا أردت أنه يطوي العمر أو إلا أردت أنه يطوي العمر هذا يطوي العمر رجالا لما أعطى الكلمة يطوي العمر أعطاك إياها يطوي العمر مليانة وأعطاك إياها مصلحة وأعطاك إياها ما أعسبرني الأخو استرحل عبد الله لا تكطيعني دائم يا أبو ثقل نعم لا تكطيعني لا تكطيعني أنا أطعتك من عقب البارح وعني يشوف اليوم إلى نهاية البرنامج والله العظيم لا أدخلهم يظهرون أسوأ ما فيني عشان الناس يطوي العمر هذا سلطان أنت ييني مناك مناك تنريب هزني وأنا أنا أنا غلطان اللي أنضغط المفروض أني ما أنضغط المفروض أني أسفاههم دائمًا غلطتك طيبتك يا سلطان أشهد بالله نعم طيبتك غلطتك لكن أريد سؤال لا تصير أريد سؤال لماذا عبد الله البارح كان حاول يهديك ورفضت تسمع له والآن تقول أنا أسمع دائمًا عبد الله لأني أنا وقت الغضب لا تسمع تسمع وقت الرواقان الريلاكس في المالديف وقت الغضب أنا أجاوبك بس أختصر وقت الغضب لا أعد أشوف أحد قدامك يعني لا تسمع لحد نعم لكن إذا جلستني طول عمره هديت وجاء يتكلم معي الشخص اللي أنا أحبه وتقبل منه أسمع كلامه وهذا هو عندك أني قلت له لا أسألك بالله يا عبد الله قلت لك لا وقت الهدوء وقت الهدوء وقت الهدوء في الحاجة اللي يقول لي في الحاجة اللي يقول لي فيها يا سلطان اسمع مني دقيقة أنت أسقطت على ناصر وعس الحرم يعني أتصد أنه حتى وقت الغضب لما يأتينا الرجل الذي يعرف مصلحتي والذي أعزه وأغليه وقدره من الرجال وقال لي تكفى يا علي بس صلنا نغطى أوقف في كل شيء لكن وقت الغضب ما أشوف أحد شيء وقت الروقان والليلاكس والله أسمع وأطبق أطبق بعد الخطاب بعد ما أعطيته وجه بوجه انتبه أن تكون كلامك هذا كأنك يقول كأنك اللي يقول الراك رقعها طوال المراقي وانضاك ضيقها على دنات حاجة اللهم لك الحمد أنا يطوي العمر اللهم لك الحمد هذا الذي يهونه على الخاطر يطوي العمر وكل سنة يطوي العمر أنه يطوي العمر الكروني بالعلم الطيب ومن يجرب مني يطوي العمر يشرب القمالة والشيبان يطوي العمر اليوم يكفي يطوي العمر أنهم أشادوا أن نقاط مجلس الشيبان كلها يطوي العمر تعطى سلطان لأنه هذه البرنامج هذا من فضل الله حسنا الآن لنلخص المحور ننتقل للمحور الذي بعده لدينا محور مهم ومميز سلطان البريك استفدنا أن عبد الله الحربي متصنع أنت لا تستشير عبد الله الحربي عبد الله الحربي ملقوف عبد الله الحربي كاذب صح؟ يتذب علي يا قيل العمر أنه ينصحني يعني الكلام الذي قلت أنا صح إذا هو قال أنه ينصحني يتذب يتذب ومتصنع عوام القوف هل المتسابقين مستقصدينك؟ لا أعطونا المقطع رقم 9 كل يوم تتهم واحد من أخيك دور دارك قبل تتهم جارك دور لها شوفينه اللي يبغي شله شبغي بها هذا اللي هي المقصد أنا حطيتها مضبوط حطيتها والعيال موجودة اللي موجود أنا وفايز وناي الثامر كنا موجودين راحت أذن أبان إيش؟ قبل شوي يعني أي؟ طيب دورها ليش العصبية هذه طيب دورها أنا مربصية أنا أصلك طيب أنا أصلك في العزبة وشبي فيها؟ فيها جوال فيها شيء أنا حاطتها وحاطت الدلك زيها تفوح طيب يمكن بالمطبخ دور في المطبخ يا أخوي البريد زيها يفوح ولد قهوتكم وصل ولد دور لدلالك يا ولد لا تعين فيني يا ولد سلطان 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 قالك إبراهيم غوزن زيتون أنا أنا أش اسمه جلمبو يلا يلا جلمبو عنده مضغوط بيت اسمه 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 أنت بصبح أنت أول من حتى أنت أول من نطنت يا فايز سلطان أنت تقصد منها يا سلطان طيب لي ما أخذها طيب وين ترى من اليوم تناظر فايز لا 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 والله العظيم لم تسلم يلي سوأتها يعني أخيك أنا الآن عايدي يعني أخيك يعني يعني عايدي شف يعني أخيك أنا برجع لهم الآن و أشوف الكاميراك لا ترى سؤال يا سلطان أول شيء الله لا يوفق عدوهم اللي يشلوا عزبتك والأبريق يفوح سؤال أنت كيف عرفت أنه في غصن الزيتون إبراهيم عواد أعلمني إبراهيم عواد إذا أعلمك إبراهيم عواد معنات أن إبراهيم عواد مشاهدت في هذا الجرب لا لا طرع فايز هو ينايف ثامن أعلموني هم فايز ينايف ثامن هم اللي قالوا قال عدلي بالله صوت الشتوي دعني أريد أن أسمعك زين قال أنا اللي هم 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 ليس يعني خلقك ضاق على عزبة يعني عزبة شلوه هو الدواء هناك ما مشكلة؟ طيب تشوف قهود خويك والرجال اللي حاطن العزبة لكم أمور طيبة يقدم لكم المطيب سلطان 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 ريلاكس الأمر جدا في سعه والأمر طيب عزبة شلوه نعم عزبة شلوه مرة ما شلو كليتك عزبة شلوه ودعوه وقتها نفعل شيء بسيط لكن أنا أقول لهم أخياني ينزحون علي يقعون رفدا طيب لماذا كان الاتهام على عبد الله؟ من عبد الله الحربي في ايش؟ على العزبة ما طريته هو اللي ينطحتي بين يقول شيء ملقوب يا علي نعود عندي سؤال الآن يا علي أنت قالت سلطان سؤال مهم أنه يسمع العبد الله نعم صحيح عبد الله قال لك ذاك اليوم يا سلطان أن دائما تتهم أخيك هل كلامه صحيح؟ لا هو ما يدري يحسب أني يحسب أن الاتهام مبطئ بس هو ما يوم درى يوم درى أنها وقت لذان يوم درى أنه وقت لذان يطيق العمر فقال لا سكت أنا لا أفهم ما أفهم ما أفهم ما أفهم الرجال يطيق العمر يحسب أن الاتهام أنه مبطئ هو يقول أنك دائما تتهم أخيك في مواضيع كثيرة في مواضيع كثيرة هل كلامه صحيح؟ هو يريد يهديني يهدل طريقة؟ عبد الله يطيق العمر أي شيء مقبول منه الله يطيق العمر يطيق العمر حسناً كيف يوجد أسلوبه معك؟ يطيق العمر يمون وينجحون صح أني فعلتنا وقتها لكن عقب ما فهمتنا وعرفتنا أتقبل منهم دا الحين تقبل شيء واضح أتضح أشكرك أمو ثقل ما فيه نرفج نرفجه ولا انفعال وترد بعقلانية وهذا المطلوب يعني فائز يمون نعم عبد الله الحربي ما يمون نعم صح؟ عبد الله الحربي يطلع بأسوأ ما فيه نعم انا اكتشفنا ثانياً في البرنامج يحاولون أن أسقاطك نعم ابراهيم عواد بأبو عوّاد دعنا نكمل لك الله يعافيك ابراهيم عوّاد ببداية برنامج أصرحت أنت أبو عوّاد استرم محل ابراهيم عوّاد ارى إبراهيم عوّاد بأبو عوّاد طيب أنا طيب اكتدرني أنك طيب أنا توني أفهم الحياة ثم يمكن عبد الله يطلع طيب قلب. عبد الله يطوي الأمر. عبد الله الشخص يطوي الأمر. أنا ما راح يعني هو ترى الجمهور داري وعارف. الجمهور شخص لي. يعني الجمهور ما يغررهم شيء. يا عزيزي شخص لي. وأنتم أنتم ما يغررهم. لا 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 ما نشوف. لا لا ترى على الأجاب. سؤال. أنت شخص يعني نشوي نفسه أني أنا الذكي. ايوه. أنا اللي يعرف كل شيء. طيب. أنا اللي أدير الأمور. أنا اللي أسوقها. على اللي أبي. أنا أنا أنا. مع أن وقت شي اسمه. مقابلته هي بوكاتم. ما شفتنا البكات طبعا. آه. أنت تعتقد أنه هذا الشي كذا صار. في مقابلته بوكاتم. أبراهيم عواد إذا اكتشفنا. ترى ترى أنه مداخلتك مع بوكاتم أفضل من مداخلة عبد الله مع بوكاتم. اللهم لك الحمد. توفيق من الله. أبراهيم عواد إذن يا علي اللي فهمتنا من أبوه تقل جعله يا سلام من الضائق العسل الجميل. اكتشفنا أن أبراهيم عواد طيب قلبي. أشهد. بخلاف عبد الله الحربي. نعم. عندنا مداخلة من أبو عواد. عطونا أبو عواد في الجهة الأخرى. حطوا توندو. أو ملازم تعطونا أبو عواد بأي شكل. واضح معي. هلا أبو عواد. هلا والله. حياك الله. الله يسلمك. بلغني لأخ خليل أبو العفد الفقرة أنك تريد المشاركة. تفضل. مشاركة ايش؟ على سلطان. ايوة. بخصوص العزبة. بخصوص حق. أقولها. وموجودة في البث أعتقد. طيب. كان فايز ونايف ثامر قالوا أنه يريدنا أن نزح مع سلطان وخذوا العزبة وضعوا فيه غصن الزيتون. ايوة. تمام. فا يومنا طلعنا من المسجد كان الهواء في المسجد. طيب. طلعنا من المسجد أشوفهم يسلفون العزبة وين قالوا الشباب غصن الزيتون. دخلنا غصن الزيتون لقناها. طيب. شاهد بالموضوع. جلسنا بعد الصلابة عند بيارة شاهي. ايوة. اشوفهم قاعدين يتكلمون بالموضوع. قلت أنا بموجودة بغصن الزيتون قبل شوية شوفناها. أنا على النية ما أدري الأمان. طيب. شوف تفايز ضربني الله يكرمكم برجلة. طيب. حسيتم في شيء بينهم. حلو. قلت ما أدري هو شو ولا شيء ما أدري. طيب. بس وصلاة وببارك. هو يدري أصلاً قبل الهواء يعني. آه يعني أنت بقد توصلنا معلومة أن سلطان تقل عنده معلومة أن العزبة موجودة في غصن الزيتون قبل هذا الموقف. شكراً لك إبراهيم عوات. أعطني سلطان. حبيبي. إذن الآن طيب القلب. إبراهيم عوات شاهد ضدك شهادة. حلو. وقال أن عندك علم. وشهادة إبراهيم عوات تثبت ما ذكره أسود القلب عبدالله الحربي أنك مستعطف. قل لي له الله. ما رأيك في شهادة طيب القلب إبراهيم عوات. صادق صادق. يعني عندك علم وسويت هذه الحركات وعندك علم. ما هو كلمة أنا سألته. كنت وين عزبت يقال في غصن الزيتون. لا هو يقول أنت قبل الموقف هذا كله عندك. عندك علم. ومتفقين. يا حبيبي. ومسوي هذا الشيء شوء. وطيب القلب. خويك اللي أنت استشهدت أنه إنسان كويس وأنا أحبه وأغنيه. رعات بصرح. تمام. اسمع. أنه فعلاً اللي صار هذا الشوء متفق بين. والله ما دريت بها. أنها في غصن الزيتون. لا تحلف. لا تحلف. عن طريقة. هو اللي علمني. قبل الموقف. لا أعلم. لا أنا جلسة أن تضلع عيال. عشان ما تشتت. عشان ما تشتت. تقلق. يا سلطان سلطان لا تشتتني. الله يعرف. أبي عرف من اللي. نرجع. يا سلطان لا تشتتني. نحن رائقين لا تنظف. ما تنظف. الآن يا حبيبي. الرجال يقول أن قبل تأتي عند الرجال تنشدهم عندك علمنا في غصن الزيتون. نقطة آخر السطر. ما أنا أريد أن تشعر. فأنت جئت. سأل عني. أنا جئت. تسألهم. وان داري من أول أنها في غصن الزيتون. لماذا فعلت هذه الحركة؟ قلت من اللي ما أخذها. بعرف من اللي ما أخذها. لماذا فعلت هذه الحركة؟ استعطعت. لماذا قال عبد الحربي؟ أنا بعرف من اللي ما أخذها. لأنني كنت أشاكل في ناس. حسنا. ثم معنات دقيقة سلطان أن ننصد ما كان محدد معنات أنك انتدلنا في غصن الزيتون. سألت وعلمني. وحسنا. بس أنت عرف من اللي يسواها. أبي عرف من اللي يسواها. ونحن جئتنا المعلومة أن أنت والواحد اللي يسواها ماتفقين مع بعض. لا غير صحيح. إلا. إنت جئتنا المعلومة. إذا هم شبه. والتي أتبهتها زميلك طيب القلب اللي ما تحبه. إذا هم يتفقون. ويتفقون لدي خبر. أنه انتم متفقين. هل شهادة. نحن نحب الاستشهادات اكبر استشهاد ما فعلته البارح في فتح السبكر قفل المايك حسن تحرك دور الكاميرا كل هذه الاستشهادات على انه في موقف شهادة سعود علوش شهادة شهادة فلاح شهادات كثيرة الآن عندي سؤال بس يا ابو يا ابو يتقول الله يحيك شهادة ابو عواد مقبولة ولا مرفوضة كل ما جاء منهم مقبولة يعني شهادة مقبولة شهادة يا طي العمر انه علمني ورح تنبيه شهادة يا اخي ايبني شهادة مقبولة ولا مرفوضة مقبولة ممتاز يا اخوة لا حدي لهم عبدالللحربي عبداللحربي قال الرديو هذا مستعقف وهذا هو موقف ثالث موقف فلاح في الموقف الاول سعود علوش في الموقف الثاني وهذا ادراهيم عوات طيب القلب في الموقف الثالث انا ما حسمت عبداللحربي لان سلطان ثقل يقول عبداللحربي ملقوف ومتصنع وكاذب وايضا ايش بعد التامرات ومستعطفة أو ما أدري. ملقوف. أوكي آيني أكون. هو قال من العبد. أجل على شهادة إبراهيم عواد. شهادة إبراهيم عواد يا طيو الأمر. لا أدري كيف أرد عليك في هذه المعيان لأنك أنت تخلط أمور تبيني أخلط أمور. فأنا قلت إبراهيم عواد علمني أن عزبتي في غصن الزيتون. أنا رديت أبي أعرف من هو اللي ما أخذها. أبي أتأكد أنا كنت أنا شاك لي في ناس طلع فايز ونايف ثامر عايدي أنا نائف ثامر. وفايز إذا يمونون علي ويأخذوا العزبتي تجعلها أفداءهم. في لماذا زعلت عليهم إذا تجعلها أفداءهم؟ زعلت أنا وقتها. لكن الآن أنا أقول لكم. أنا خلاص. أنا من اليوم أنا خلاص. يعني فعلا. من اليوم أنا خلاص. يعني اللي اكتشفنا أنت أنك فعلا مثل ما يقول. الراق رقاها طوال المراقيم ومراق ضيقها على دنات حاجة. الآن خلاص أنا عندي كل شيء بارد. مرة بارد. في اليوم ما عاد فيه انفعال. ما عاد فيه إلا. أنا أبغى فايز الشهراني يستخدم اسلوب المعناصر بريك معك. ونشوف هل رائق عسل معك موجود ولا شطس بايسي موجود؟ الآن عندنا يا علي خيار عندنا الوجهين وجه. شف إذا هم يشوونها فيني وبيقولون إنه وإنه وإنه وإنه. كل شيء منهم مقبول أنا واثق من نفسي. حتى عبدالله حربي؟ شف عبدالله حربي خلع على جيم. ليه؟ ما هو بخويك؟ لا أخلع على جيم. تجحت خوته؟ شخصي يطلعني بأسوأ ما فيني ويتلقف وأنا موجهت له كلام ولا قلت له كلمة. ويجيني يقول كلام من شيء على طول مستعطف مستعطف مستعطف. طيب أنا موجهت الكلام. اللي تبتت عليك. طيب أنا موجهت الكلام يا عبدالله. وعنت لم تطلب نصيحة طول البرنامج. ولا طلبت منه نصيحة. شكرا لك. الآن يا أخوان عندنا وجهين من الكلام أو تناقضه. عبدالله الحربي في كفة وسلطان تقل في كفة. طيب القلب برايم عوات. طيب القلب علمني بصرة خلي عليك. اسمعني بس. وعلمني وأنا جاوبت. خلاص أنا انتهى المحور. خلي قفل المحور في طريقة مهنية. الشهادات اللي ضد سلطان شهادة طيب القلب برايم عوات. وشهادة الشيخ فلاح حفظه الله. وشهادة العمدة. اسعود علوش. شكرا أستاذ مستعطف على قول عبدالله الحربي. أبو عاء دخيل الله. أبوة حلพوة مستعطف جاهل أو كفك. وتتخبب عبدا الحربي أعود أن الله. أنا الخ geschект. خلاصál اليوم نتعلق مقطع حياة متسابق مع سعود علوش فكرة 시 Parlou. ما رأиك فيها؟ أنا أرى أنه أفضل مقطع فيديو حياة متسابق طبق واستفاد منه عمادة تركي واستفاد منه في الوقت المناسب والتوقيت المناسب إن أخذ العمادة وراح صوروا المقطع وتوافقت معه فكانت وقت مناسب في توقيت مناسب في مكان مناسب هذا الشيء أما عن تركي السبعي أرى أنه من أفشل العمادات التي مرت على تاريخ برامج الواقع كاملة من عام 2003 العشر متاع صحيح الرهان التي تجد منه في وقت مناسب أنكم تقولون أن أبينجيح ولكن أقول أن أبينف مجرد نعم، أعطي المقطع أثبت أعطي المقطع أعطي دليل بأنني قلت أن أبينجيح لأنه تركي السبعي مخيّة بالأمان في بداية البرنامج وأرى أنه أين؟ في أي مطعم موافق إنه ممتق موافق إنهان ماما نورا كثرتوف إنهان كيف عمادة التركي السبعي ليس كأخوي، نريد شهادة حق، لا تكون شهادة غلب أبيض مثل شهادة أبو عوات؟ لا، عمادة تركي عمادة الأخ التركي لا يوجدها عادية، لا يوجد شيء متوسطة؟ متوسطة، مقبولة كيف توقعاتك عمادة سعود؟ كيف توقعاتك؟ إن شاء الله اتمنى عمادة مفارقة وبمتميزة من باقي عندكم الآخر عن عمادة؟ عبدالله عتيبي، عبدالواحد، فيصل الحاسب، شيفة السالم ناصر البريك، صح؟ ناصر البريك لقد خدثت مجموعة منهم عبدالله عتيبي، شيفة السالم، ناصر البريك أنا أرى أنسب عمادة، فيصل حاسب؟ أرى أنسب عمادة الأسبوع القادم لأخذت من البرنامب على عبدالله عتيبي لأني أن يساعد المتسبقين تهدي قبل البليون قسم على المقدمة. انتهى خلاص. الله ادلنا انه نارك. قفل الحلقة او لا تفتسولي؟ لا لا خلاص انا خلاص. قفل الحلقة او لا تسولي. تبكر بالله. طيب يا اخوان يعني عندنا اليوم قضية الشايكة قضية عبدالله الحربي وسلطان تقول. انتم الحكم. احنا ما رجحنا احد على احد لاننا متفقين اليوم اننا رايقين عسل. رايق وعسل وقشل. انتم الحكم. عندنا جمعية البر الخيرية بالجديدة في المشروع التجاري الذي عملته الذي يعود ريعة او المشروع الاستثمار الذي عملته الذي يعود ريعة الى رعاية الايتام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلهم في ظل صدقته يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. يا اخوان هي ريالات قليلة نشتري بها انفسنا في الاخرة بادروا ما بقي الا القليل. اسأل الله تعالى ان الله يجعلنا وإياكم من المقبولين يا اخوان. يا اخواني ايضا هناك امر دائما نغفل عنه كثيرا. الان الساعة الواحدة وخمسة واربعين دقيقة يتابع البث فوق خمسالاف والله ما ادني بالضبط. عشرة. عشرة لا يا اخوان الاستغفار في الاسحار امر مهم جدا. الله سبحانه وتعالى ينزل بجلالته الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له هل من داع فاستجيب له. ملك الملوك يطرق ابوابنا ويسألنا هل نريد شيء فاجيبوه واقبلوا عليه واطلبوه اسأل الله تعالى ان الله يجعلنا وإياكم قبول. شكرا لك ابو محمد شكرا لك ابو رقعان كانت مداخلة جيدة للأمانة شكرا على تحت الحصة والله انكم موئية والله ما توقعتك. صراحي انا اتابعت حلقة سيف الاكلبونا في البيت لا لا سيف كان مصنم كان مومية والله مومية يثبت والله يتفاعل تدخل وداخلها ذكية ما خسر وحاولنا نطيعها بالفقه. نوفت مئة منسخة شكرا لك عزل وراي العباسات. ابو عبدالله الكراسي الكرسي هذا لا يملاه الا انت. ولا يفوتني انه عني السلامة ان شاء الله ونشوفها في مكانه. الله يزاوه. ابو عبدالله. لا يملاه هذا الكرسي الا انت ان شاء الله تعالى تعود عودا حميدا. الى اللقاء شكرا نباضة شكرا خليل شكرا ناصر شكرا جميع الطاقة. السلام عليكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.